أولا أنا يعني هناك بالفعل ضبابية من هذا النفي الأمريكي أولا أريد أن أقول أن الولايات المتحدة اعترفت في الصحراء الغربية بشكل رسمي وأيضا إدارة بايدن لم تلغي هذا الاتفاق إذن هذه المناورات هل ستجري في الصحراء أم في الحدود الدولية للمغرب هذا لن يغير من حقيقة اعترف واشنطن بالصحراء أما قضية الولايات المتحدة لهذه التغريدة للعثماني هناك تفسيرين أولا العثماني لكل من يعلم ومطلع على السياسة الداخلية للمغرب يعلم أن العثماني بصفته رئيسا للحكومة هو غير مطلع على المحادثات بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل خاص وبشكل عام على الدبلوماسية المغربية لماذا؟ لأن الملك المغربي هو يحتكر لنفسه هذا الملف هو موزير خارجي ومستشاري ولا دخل لصلاحيات ورئيس الحكومة بهذا الملف إطلاقا التفسير الأول هو أن سعد الدين العثماني قام بالتغريدة بهذا الأمر لأن أحدا قد أوقعه في الخطأ بمعنى أن هذا الخطأ غير مقصود وبالتالي فإنه قام بحذفه أما التفسير الثاني لورين والعلينا أن لا نكون ساذجين أنه على ما يبدو أنا أقول أنه تخميل أن الولايات المتحدة والمغرب اتفقا مسبقا وهذه الأماكن التي تم تحديدها في عهد ترامب حتى قبل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هناك تخميل يقول بأن المغرب والولايات المتحدة اتفقا بالفعل على إجراء المناورات في الصحراء ولكن الولايات المتحدة طلبت من المغرب على ما يبدو أن يكون هذا البند سريا لكي لا يتم إحراج إسبانيا وهي شريك أيضا في هذا المناورات وبطبيعة الحال عندما قام المغرب بالإعلان عن هذا الأمر أو تسريب الأمر للعثماني قصدا وبعد ذلك طلب منه حذف هذا الأمر كلا يحرج الأمريكان قامت إسبانيا بعدم المشاركة والإعلان بهذه المناورات هل سيؤثر مقاطعة إسبانيا لهذه المناورات حسب رأي المناورات ستتم كانت المغرب داخلها أم لا وهناك أيضا سبع دول أو دعينا نقول سبع دول غير إسبانيا تقوم بهذه المناورات وبالتالي فإن غياب إسبانيا عنها لا يمكنه بالضرورة أن يؤثر على هذا الأمر نعم يعني ولكن عمر هل تحركات إدارة بايدن ستؤثر على احتمالية أن تنقلب على قرار الأمريكي السابق باعتراف المغرب على الصحراء برأيك؟ لن يكون هناك تأثير حسب رأيي وإلا لو كان بايدن يريد أن يقلب هذا الاعتراف الذي قام به ترامب لكان فعله قبل فترة يعني بايدن قام بعدة أمور خلافية مع ترامب منها يعني الاعتراف بإبادة الأرمن ويعني استئناف العلاقات مع الفلسطينيين وأيضا العودة إلى اتفاق المناخ وإذا لو كان جادا بايدن بالفعل بقلب هذا الاعتراف الأمريكي بالصحراء لكان قد فعله ولكنه على ما يبدو لن يغيره وهنا أريد أن أقول نقطة عن هذا التدريب على المناورات العسكرية هي أن الولايات المتحدة بحاجة جدا إلى المغرب وهناك في الصحراء مدينة الداخلة اللي واقعة في جنوب الصحراء التي قامت الولايات المتحدة ببناء كونسولية لها بها وبطبيعة الحال هناك أيضا قاعدة بحرية عسكرية مغربية في تلك المدينة التي أيضا الولايات المتحدة معنية بهذه القاعدة العسكرية إذن تعالوا لا نضحك على بعضنا في هذا المصار الولايات المتحدة معترفة بالسيادة المغربية ولا أستبعد أن تكون تغريدة العثماني حقيقية وأن تجري بعض المناورات على الأقل في أجواء الصحراء